اشتركوا في القناة من هذه المركبات ستحمل اسم كورولا تورينغ اكتيف راد وستأتي بهيكل هاتشباك شبيهة بتلك التي حصلت عليها سيارة تورينغ العام الفائت لكنها ستتميز بفتوحات هوائية اضافية على الواجهتين الامامية والخلفية وبعض التعديلات التي تمنح الهيكل مظهرا رياضيا واكثر قوة وستحصل السيارات الجديدة على دعامات خاصة مثبتة على السقف مخصصة لنقل الحقائب الكبيرة او الدراجات الهوائية اثناء الرحلات الصفر والسقف واخطية الماراية الجانبية واقراس العجلات وممتصات الصدمات تأتي بلون اسود داكن مختلف على لون الهيكل اما مقصورة هذه المركبات فتتميز على المقصورات كورولا تورينغ الحالية بعناصر مكسوة بالجلب مخيطة بخيوط برتقالية وخطوط من الكروم على المقود وواجهة القيادة والابواب وستحصل على مقاعد مجهزة بانحناءات مدروسة تجعلها مريحة اثناء القيادات لفترة طويلة ومن المفترض ان تطرح طويلة سياراتها المنتظرة بمحرك بسعة اثنان لتر قادرة على توليد عزم يعادل ميو سبعين حصان وستعمل مع علبة سرعات اوتوماتيكية بسبع مراحل ونظام دفع امامي اما اسعار هذه السيارات فستبدأ من 24 الف دولار امريكي اي ما يعادل 317 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية ادومتم في رعاية الله وحفظها سلام